السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم أمر من قناة سي بي ناين مادرة اليوم رجعت لكم فيديو اليوم الفيديو هحكي فيه عن الأبدات اللي إجانا اليوم شو في الإفنتات اللي إجت بالأبدات وشو الشغلات اللي مهمة وشو الشغلات اللي تركزوا عليه وشغلات اللي ما كتير مهمة بصراحة هلا أول شي بنبدأ هذا الإفنت تبع الكوزمتك اللي هنا الملابس تبعات ريد ديمون مليوداس هلا خلصوا كان فينا نشتريهم بجمات هلا خلصت الإفنت ما عد فينا نشتريهم راحوا واليوم آخر يوم بالإفنت تبع الملابس تبع القبطان اللي هو بلاك فليم بلاك فليم باتل يونيفورم اللي هو هاد والباك التاني اللي فيها هيلبرام وإلين اليوم آخر يوم وحتى الإفنت تبع الملابس تبع اسكانور كمان اليوم آخر يوم فيهون اللي بيحب يشتريهم لسه بفلوس يعني فاليوم آخر يوم وهدول الإفنتات اللي حي خلصوا اليوم وكمان حتخلص الدايموند اللي هي باي وانجت وان فري وشوفي كمان بس اتأكد لكم شو الإفنتات اللي بتخلصوا اليوم مشان العالم اللي اللي بدين يشتروا او شي فهي الإفنتات اللي هتخلصوا اليوم الإفنتات اللي ايجت اليوم عنا اول شي الإفنت تبع التين سورة سبين إفنت اللي هي نفس اللي كانت موجودة عنا من قبل تتعمل سبين بس هي احسن ما اليوم مرة طبعا لانه هي فيه انفلز وهدول نفس الشي وبيعطونا هي 5 star awakening stone وchalices نفس هديك والباقي نفس هديك بس الزيادة بهاي هي هون وهون وهدول طبعا الزيادات كتير 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 رائعة وبصراحة انا احيي نت ماربل على الريوردز اللي عم يعطوهون والإفنت والأبدات تبع اليوم جدا جدا جميل انا بالنسبة إلي لانه انا بصراحة لما كتعم بحكي مع عبود صاحبي يهو عباد غيمين لما كتعم بحكي معه وكتعم قل له ان شاء الله ما يجيبوا بانر مرتب ويكون الابديت اللي مرتب يعني انه مو الابديت عبارة عن فقط بانر شخصيات جديدة لا انا كتعم متمنى انه يكون الابديت فيه شغلات كتير اللي اتفرمها بدل ما انه يكون فيه شخصيات جديدة بدك تطلعها ليش؟ لانه هلأ انا في بصراحة الجمات اللي معي ما بدي اعمل فيهم سمنز على البانر نحين للكون معكم صريح هلأ هين طبعا من الشغلات اللي اجت جديدة اللي هي هاي البانر وهدول الشغلات هدول اللي اجوا جديد انا ما بدي اعمل ولا ملتي على هاي البانر لانه الجمات اللي معي كلهم بدي اشتري فيهم ملابس لا اسكانور هاي هاي مو هتخلص اليوم هتيجي بكرة بس بجمات بدل ما تكون بمصاري فانا بكرة بدي اشتري مارلين وغوثر واسكانور وباللي فوق بدي اشتري اسكانور يعني انا ال 360 جم اللي معي بالظبط هيكونوا رايحين ال 360 متل ما هني على الملابس بكرة ليش؟ الملابس كتير 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 مفيدة عندك انت بوف دائم زيادة دائمة بالاتاك والديفنس والاتش بي تبعك ما بيتغيروا لا بالنورمال بي في بي ولا بالاليت بي في بي وانتو بدل ما بتعرفوا انا فيديوهاتي وقناتي معظمة عن البي في بي فمشان هيك انا بدي حاول انو زبط التيم تبعي تبع البي في بي مشان عطيكم احسن كونتنت اللي هي المحتوى يكون تبع القناة احسن فهاي الافنت هاي الافنت هاي اللي موجودة اليوم انا حكيت عن واحدة اللي هي السبين افنت في عنا كمان ال drop event اللي هي هاي هاي اللي هي الموارد اللي انت بتحتاجها مشان ال spin event بيطلعوا هون بيقلوا لك انه وين بيطلعوا بكل شي كل شي الا البي في بي بتقدر تاخد منه الكوينز يعني فيك تاخد من ال SP دانجين تبع ال gold تبع الكتب وتبع الاصاص هاي كلياتا وفيك تاخد من ال free stages اللي هنا تبع الجير وتبع الاكل والاصاص. وفيك تاخد من البوس باتل وال والديمنز الرايدز. يعني كل شي بتلعبوا باللعبة بتاخد منه. هذا شي كتير حلو. المرة الماضي لما جابوا السبين ايفنت كانت بس على الاس بي دانجين. يعني انا كتير كنت يعني بصراحة مستاء من الموضوع هذا. وقلت ان شاء الله المرة الجاية لما يجيبوها يجيبوها اشمل. فالحمد الله هلأ جابوها هيك على كل شي. فانت بمجرد ما انت تلعب اليوميات الشغلات اليومية اللي بتعملها بتجمع الكروت. فيك كل يوم تاخد خمسة وعشرين كرت. وعندك ثماني مرات تعمل ريسات. فهي هاي ان شاء الله يعني هتكون كتير خاصة ان العالم اللي ما عندهم كتير موارد هتكون كتير اه ايفنت مفيدة. بيجي بعدها اللي هي الايفنت هاي. هاي الايفنت هي مو ايفنت متل ما هي كويست. يعني هي هاي وين بتكون موجودة. هاي ازا بتفوتوا خلينا نشوف موف. اللي هي هون. خلينا نروح الكويست. هون. عند اليفنت. هاي بيعطوك اولا لبس للشخصيات الجديدة. ثانيا بيعطوك اسلحة للشخصيات الجديدة. بيعطوك هاي اللي هي العملة اللي بتستخدمها بالإكسشينج شوب اللي هلا هل احكي عنه. وبيعطوك اللي هي هاي الاتشيفمنت بوينت. كل ما تعبي فيها بتاخد السر بندنت. هاي احسن مكان حاليا بتجيب منه السر بندنت. شي جدا 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 جميل. وبصراحة احيي منت ماربل انا على الابديت. اه هي في تقريبا اربعين ولا خمسة واربعين افنت. او اربع خمسة واربعين كويست تتخلصهم. وكل كويست بتخلصها بتاخد خمسة يعني ممكن تاخد يا خمسة يا ستة السر بندنت بس من ورا هاي الايفنت. غير انه في عندنا كمان بالابديت. جروث افنت. اللي هي هي. هاي بتاخد منه as follows, and there are four stars with it 4 stars and the shirt and Pirate according to only two SSR Pendants so if you're saving if you want to get rid of them will also Reviewing the SSR Pendant so you're free with the story which opened the protectors it takes up من 3mm to 4 S достаточно you don't just obtain it to 10 One of these are a new SSR Pendants, you simply can чер feed them I didn't speak about the exchange shop اللي هو هاده هاده الشوب الافنتات اللي نازل جديد للستوري والكوستات اللي نازل جديد بالابديت لما تلعبهم بيعطوك موارد هاي وهي وفي عندك هاي وفلايم زي هدول كله ياتهم فيك تستبدلون بأسلحة وموارد بالشوب طبعا فيه شغلات كتير حلوة في عندك 30 اس ار بندنت وخمسة اس اس ار بندنت يعني هلا صار الاجماعية تقريبا 15 اس اس ار بندنت فقط من الابديت وفيه شغلات لسا انا محاسبة انا البطاقة هنا اكتر من 15 غير انو اذا انت بدك اكس بي بوشنز موجودة والفايف سار اكس بي بوشن يو ار تشيست هادول الاوايكينينج ماتيريال كل شي كل شي تحتاجه تقريبا موجود هون بس لو كان فيها كؤوس كانت صارت فيها كل شي في عندك طبعا هون اذا انت بدك بتحب الشخصيات هاي وعمل عليها سامنز بتقدر تاخد اللبس تبعهم من هون فري فقط بجرد ما تبدل العملة هاي فيه بتاخد اللبس وهون لبس تبع الشخصيه الرئيسيه اللي هي احلى شخصيه اللي هي السلايم هون كمان بيعطوك لبس لا له وهون هون تاخد اسلحة هذا الشخصيه سلاحين فيه عندك يو ار سلاحين يو ار هاد الشي انت كتير صعب انك انت تاخده ببلاش هيك طبعا فيه كمان الافض ديت بيعطونا شخصيتين ببلاش اللي هي السلايم شخصيه اس ار وبيعطونا الس اس ار اللي كان اسمه هادو بني مارو بيعطونا هاي شخصيه كمان ببلاش بدون ما تعمل شي بس تخلص الستوري بيعطوكيها والسلايم بيعطوكيها بس من الوغن فهذا هو الاكسشين شوب انا بصراحة كتير بحب الافنتات اللي بيكون فيهم انو انو انت تفرم موارد تبدلهم بعدين فهذا كمان شي نازل بالupdate جديد في انا login event نازل الupdate بس انت عليك انك تفوت على اللعبة بيعطوك الـ rewards شوفي كمان بتوقح دول هنا كل شي جديد منازل بالupdate البانر حكيت عنه login حكينا عنه اه ايه فيه هلا باكس نزله جديد اه فيه كوين شوب جديد صح صوري الناس اللي عم يعملوا على البانر هاي انت فيك تستخدم الـ platinum coins اللي من الupdate هاده مشان تاخد شخصيات والgold coins انا عندي كوين اه هيا اخده من الـ remoro تشتري عشرة انفل اذا انت عامل مثلا 300 وطلع لك دوبس كتير من الـ slime هاده فيك تستبدلهم بعشرة انفل هاده شي كمان شي حلو انه عم يعطونا خيارات اكتر اللي نجيب منها انفلز هاي اللحظة يفكر يشتريه هاي اسوأ شي ممكن تشتريه هون طبعا فينا نستبدل الـ silver coins بهدول طبعا هاده الشي انا ما بنصح فيه نهائيا لانه هدول انت كل يوم بس تلعب افنتات تاخد 25 ما لك مستعجل انك تشتريهون ابدا وفيك هون كمان انك تستبدل واحدة gold coin بخمسة كمان انا ما بنصح بهده شي نهائيا اذا انت بدك تستبدل وتستبدل اما بتاخد انفلز هاده طبعا اذا انت صار عندك ريمورو اللي هو السلايم ستة من ستة وعندك لسه نسخ منه بتقدر تشتري فيون انفلز هاده الشي اللي انا بنصح فيه غير هيك كل شي كل شي ما عنه داعي وهذا حكينا عنه البلاتينم كوين طبعا العالم اللي بيحبوا الكوزماتيكس انا بنصحكم تستنوا لبكرة مشان ينزل لبس تبع اسكانور ونقدر نشتري بجمات بدلا ما نشتري بفلوس واعتقد هيك غطينا لحنا كل شي بموجود بالإفنت في طبعا البوس الجديد اللي هيجي بالإفنت اللي هنا بتاخده منه شو بيسموه الفاير اسنس اللي بتستخدمه بالأكسجينشوب هي بتاخده من بوس نفسه نفس الريد ديمون نفس الريد ديمون نفس الريد ديمون نفس الهده بس شو هذا موجود بإفنت لحاله خليني يورجيكم وين الإفنت ما برف كيف روح عليها نسيت نسيت كيف روح عليها توقع بجي لهون بعمل هيك انا عم نروح بطريقة عم لف حوالين الدنيا بس هي شو لما تلعبوا الستوري بيوصلوكم لهون هاي نفسها نفس البوص باتل اللي موجودة عنا بس هي بوص باتل لاليفنت هي شو بتعملوا تلعبوها مرة مرتين ثلاثة بيطلع لكم بيطلع لكم هاد الاكل وبيعبي العداد تبع الديمان لفوق بيكون عادة نفس البوص باتل الطبيعية فشو هاد الاكل اللي بيطلع لكم هون بتستخدموه بالبوص اللي بتلعبوه لما يطلع لما يتعبه هادا بيطلع بوص اللي هو اسمه عفريت هاد العفريت بس يطلع بتقدروا تستخدموا هاد الاكل لتلعبوه ضده انا بنصح ازا تيمك مو كتير قوي استخدم هاد الاكل اللي هو بيعطيك اميونتو عفريت بيرن هاي شو لانه هو عنده متل تأثير بيعملوا عليك بيحرق لك الشخصيات تبعاتك وما بتقدر تشيل الحرق هاي بأي طريقة فهاي بتحميك من الحرق تبعه هاي الطبخة الطبخة هاي بتعطيك زيادة يعني انت بدل ما تاخد عشر ريش نار ولا عشر هادا بتاخد عشرين بتعطيك مية بالمية زيادة هاي انت فقط تستخدمها ازا انت مية بالمية ضمنان حالك انك بتقدر له لهاد البوص بسهولة هو الافضل انك انت ازا بدك تفرم الفاير اسنز تفرمهم بالمكان الاسبت اللي هو يا هارد يا نورمل الاكستريم صعب شوي انا حنزل ان شاء الله فيديو اه قايد على الاكستريم وشو الشخصيات اللي يفضل استخدامها بس بصراحة الشخصيات اللي فيك تستخدمها على هاد البوص محدودة شوي لانه مو متل البوصات الباقية هاد البوص بصراحة انا حد العام لاقي اصعب من البوصات الباقية بكتير بس لحنا بالفيديو اللي عاملنا انا وعبود حنكون بالفيديو اه في بياناتنا تواصل عم نحكي مع بعض كنا مشان هيك كان التنسيق للبوص اسهل بس اذا انت ما في بينك وبين الشخص اللي عم يلعب معك تفاهم او ما بتعرفوا شو كم تعملوا هيكون كتير صعب عليكم هاد الاكستريم طبعا هاي الافنت انا جدا جدا عجبتني انه مثل تنويع جديد شي لا تفرمه بدل ما انه شي انت تروه جماتك عليه يعني اليوم الابديت تبع لما نزل اليوم ممكن حصلت من تسعين لمية جيم بس اني خلصت الستوري والقصص هاي اخذت شي تسعين جيم طبعا في عنا هون كمان البتل ايفنت هاي اذا انت عندك شخصيات اللي هاي وهاي هادول التنتين اذا عندك ياهم فيك تلعب هاي وتاخد البندنت انا جدا اه يعني ها فيه ناس كتير عم يشتكوا انه ليش انه هاي ما فيت لعب الا اذا عندك شخصية انا بالنسبة لي ابديت ضخم مثل ابديت هاد يجيبوا فيه شغلة واحدة بس للعالم اللي عم يدفعه على اللعبة ما عندي مشكلة ليش لانه هي بالنهاية بس الفرق بيني وبين الزلم اللي عم يدفعه وهي فقط وهو اللهم يعني هم ياخد من هدولة كم واحدة زيادة انا ما بالنسبة لي هاده شي كتير كبير وشي استاء منه انا يعني كل شي بعيان بالإفنت اللي ااخده ببلاش انا طبعا هاي بيعطونا فيه جولد بوكسز اللي هنه التريجر تشيست وهون بيعطونا هادول هاي هادول انا برأيي خلصهم مرة خلص الكوست اللي هنه طالبينه منك وخبص بعد فيه لا يتكمل فهذا هو الشرح السريع على الابديت ان شاء الله متل ما وعدكم هنزلكم فيديو اه شرح كيف تلعب العفريت وشو التيمات اللي يفضل تستخدمها شو شخصيات اللي تستخدمها وشو فائدة الشخصيات اللي هتستخدمها بهذا الابديت بهذا البوس اه انا هحط بالدسكريبشن كمان رابط للدسكورد تبعنا فازا بتحبوا تنضمونا ازا عندكم استفسارات في كتير ناس وكتير شباب الله يعطيهم عافية والله بيساعدوا بساعدوا بعض يعني في حال انكت مو موجود او عبود مو موجود الشباب يساعدوا وان شاء الله يمكن هذا الاسبوع نعمل بطولة كمان بطولة ودية بي في بي وبالنهاية اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تدعموا القناة باللايك والشير والسبسكرايب وشوفكم على خير موسيقى